وجبة النهاردة وجبة سهلة جدا وبسيطة جدا وجبة غدا صيامي هنعملها بالقرنبيط من غير سلق ومن غير قلي بطريقة سهلة جدا جدا وكمان مش هتاخد اكتر من عشر دقايق معاكم وجبة صيامي للغدا هنروح على طول نشوف الطريقة بتاعتنا في طاسة على النار حطت فيها كده شوية زيت يعني مش كتير وهنزل ببصلايا فارماها كده فارما نعم او نبشرها بالمبشرة بتاعت البصل وهحط على البصل انا هحط ملح للوصفة كلها يعني فحطيت معلقة كبيرة من الملح علشان مش هضيف تاني ملح بفضل اقلب كده في البصل مع الزيت على النار علشان البصل كده ياخد لون كده مسفر يعني وهضيف بقى ضيفت معلقة كبيرة من الملح وهضيف بقى التواب اللي انتوا عايزينها انا ضيفت هنا نص معلقة من الكسبرة المطحونة وكمان رشت كده كمون ما نضيفش كتير كمون ده شكل البصل اهو بعد ما همر شوية كده واخد لون هنزل بقى عليه بعصير الطماطم حوالي كباتين كبار كده عصير طماطم او حسب الكمية اللي انتوا يعني هتعملوها وبقلب كده بسيب بقى السلسة الطماطم دي تتسبك على النار وتنشف خالص كده ممكن نضيف لها معلقة صغيرة سكر علشان ما تبقاش حدقة يعني ممكن بلاش يعني فيش مشكلة بعد ما تسبكت كده هنزل بقى بالارنبيط الارنبيط ده انا غسلها بس ما سلقهوش ولا عامل فيه اي حاج بس مقطعات كده قطع صغيرة يعني اللي هي الزهرات الصغيرة دي لبضاعة الارنبيط بفكها كده بس من بعضها وحطيت كمان عليهم في نفس الوقت تلات جزارات كبار قطعتوهم كده بس كده قطعت الكلام ده كله كده في الصلصة كده نزلتو وبقلب كده علشان كله كده يتشرب من الصلصة اللي انا عاملاها وعلشان الارنبيط والجزر يستيبوا كويس هضيف عليهم مية ديفوا بقى كباية مية او كبايتين مية على حسب التسوية اللي انتو عايزينها وعلى حسب كمان الكمية اللي انتو حطينها بقلب كده بقى واغطيهم واسيبهم على نار كده متوسطة وبقلبهم كده كل فترة علشان ايه علشان كله كده يستوي مع بعضو نفيش حاجة تتهري وحاجة تبقى ما استويتش ده شكله اهو بعد ما استوى مااخدش على النار يعني عشر دقايق بالزبط والوصفة كانت جاهزة تقدروا كمان تضيفوا بدل الجزر اي خضار ممكن تضيفوا كمان بطاطس بدل الجزر بس الجزر مع الارنبيط حلو قوي قوي خالص يعني وقدموا بقى جنب رز او جنب شعرية برز بس كده والنهارده كده وصفتنا تكون سهلة جدا وخلصت وشكفوا في فيديو تاني جديد ان شاء الله قريب اشتركوا في القناة